بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد موضوع محاضرتنا اليوم كيف أنزل الكود بعد كل محاضرة رح نضيف خدمة جديدة تسمح لك أنه بعد كل محاضرة تقدر تنزل الكود عشان تتأكد أنك انت كاتب الكود بطريقة صحيحة في البداية الكود رح يتم رفعه على موقع اسمه الgethub في عندنا دورة كاملة هي الget والgethub من السفر إلى الاحتراف على القناة رح أسيب لك لينك الكورس في الديسكريبشن في بداية الكورس أنا حكيت لك عن فكرة الget والgethub هو موضوع جدا مهم هو رح يساعدنا في تنزيل الكود كمان إذا أنت حاب تشتغل مع تيم برضو أنت محتاج الgethub إذا أنت حاب تشتغل في أي شركة برمجة في المستقبل بدون الget والgethub هذا إشي مستحيل يعني هاي مهارة أنت لازم تكون عارفها فعشان هيك ما رح أجبرك أنك تتعلمها خلال هاي المحاضرة رح أعلمك كيف تنزل الكود لكن بتبنى منك في المستقبل لم يصير معك وقت أنك تتعلم هاي الدورة برضو بعد ما تخلص الدورة أنت قادر على استلام شهادة من المبين أكاديمي يعني أنت بتدروس الدورة كاملة وبعد ما تخلص بتقدم الامتحان وبتجتازي الامتحان وبتواخد شهادة بهاي الدورة وبتضيفها للسيبي طيب ممتاز خلينا هسا نروح للربستوري أكيد هتحكي ليشان الربستوري لكن في البداية هني أورك أنا حسابي على الgethub في عندنا كورس الهتمال كورس CSS وفي عندنا كورس دارت لما أكبس على كورس دارت برضو رح أضيف لك في الدسكريبشن لينك الكورس دارت يعني أنه ما تكبس على اللينك في الدسكريبشن رح يوديك هون مباشرة طالب أتمنى إذا أنت عندك حساب في الgethub إنك تعمل فوله لحسابي عشان تتابع كل الكورسات وكمان وما تكبس على كورس دارت إنك تعمل لها start لما تعمل start هنا مباشرة هذا الكورس دارت رح يتسيف عندك لكن إذا أنت ما عندك حساب وحب تعمل حساب في الgethub انزل لمحاضر رقم 28 أو عفوا 30 create account on gethub وبرضو إذا حبت عشوه الgethub محاضر رقم 29 من محاضر رقم 1 لمحاضر رقم 28 أنا بشرح لك هون ما هو الget من 29 إلى 47 أشرح لك الgethub طبعا 48 هي الخاتمة و 49 هي خمس ساعات و 27 دقيقة هي الدورة كاملة حط لك إياهم كنهم بفيديو واحد طيب جميل طيب أنا هسا راح فعلك محاضر رقم 9 10 11 اللي هي كانت آخر محاضرة عندنا طب نبدي أفتح الكود الخاص في محاضر رقم 11 شو بسوي بكبس على 11 variable شلشان ملف اسمه main dot dart بكبس عليه وهي كود محاضرة كامل هي قدامك تقدر تختار تضلل كل إشي وتعمل كوبي control s و تضيفه على أي مكان بدك طب في طريقة ثانية في طريقة ثانية أنا هسا هيك رجعت للcore start بس كبست عليهم بكبس على dot و راح أضيف لك الإختصار في المونتاج راح أكبس على dot و ما تكبس على dot راح يفتح لك الفيجو والستيديو كود على البراوزر شو رأيك مش هيك أحسن و إنت أصلا عندك خبرة بالفيجو والستيديو كود هاي تسعة هاي عشرة و هاي 11 و تحت عشرة من هون هاي الكود حرفية إنت فاتح في جوالستيديو كود يعني أنت تقدر تتعامل معه بشكل بسيط لأنك إنت أصلا عارفه شرحت لك يا مسبقا و هاي الطريقة اللي بفضلها أعمل باك و زي ما حكيا هيروح على core start بس إكبس على dot بفتح لك الفيجو والستيديو كود لحد الآن أنا أعطتك أكثر من حل لطريقة استعراض الكود طب كيف لو بدي أنزل الكود عندي على جهازي برضو الموضوع جدا بسيط هاي كبست على core start طبعا عشان أكون واضح معك من المحاضرة القادمة و المحاضرات القادمة ما رح أكون حاط لك كل هدول رح أكون حاط لك بس كود المحاضرة و كمان كل محاضرة نكتب فيها كود افتح الدسكريبشن رح تلاقي لينكي الكود في الدسكريبشن دائما و برضو هسا في المونتاج رح أوريك الرسمة لأنا دابة طلعها عشان أذكرك إنه الكود في الدسكريبشن كيف بدي أنزل الكود شايف هنا كبستة الكود اكبس عليها شايفي اللوكل المفروض الدفولت تكون عندك لوكل لك أنا كنت مختار الخيار الثاني هي أصل حتكون عندك لوكل download zip اللي هو الملف المضغوط تكبس عليها وبعال شرط رح ينزل لك المشروع عندك تكبس هنا على السهم show in finder في الماك show in folder في الويندوز بتعمل right click في الويندوز وبتعمل extract here extract file زي ما بدك يعني بتفكي الضغط عنه احنا في الماك double click double click تبا وهي الكود وهنا برجع أكد عن نقطة مهمة احنا اتفقنا في الويندوز لازم ما نخليه لا في download ولا في document ولا في image ولا في desktop احنا اتفقنا في فولدر معين منضيف فيه احنا كودنا على c او زي ما حكينا سابقا وين ما موجود الويندوز اما اجزتي الماك في اي مكان تحط في الفولدر ما في عندك اي مشكلة هس الفولدر صار نازل عندي كيف بدي اشغلك بالفج والستيديو كود هاي الفج والستيديو كود اكبر لك ايه شوي باجي على الفايل وبعمل open folder open folder وروح على download او انت وين خزنت المشروع الخاص فيك هاي course dart master open وهيك فتح لي المشروع ما انا نزلته من الكتاب اتمنى كاتي الافكار سهلة وهو في نقطة بدي اوضح لك اياها عشي تتذكرها داما على القناة اي كورس احنا منبلش فيه وفيه داخله كود داما حتلاقي الكود على الكتاب وحاب قبل ما انهي اعطيك نصيحة اخوية الكتاب والكتاب هو اشي جدا 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 مهم خلال مسيرتك المهنية انت لازم تكون عارف الكتاب والكتاب اذا حبيت تشتغل فريلانس فانت برضه لازم تسلم المشروع فكيف بدك تسلم المشروع عن طريق الكتاب لو انت مثلا سمح الله جهازك ضرب او خرب فانت لازم تكون كل يوم بترفع الكود على الكتاب عشي يكون في عندك اكثر من نسخة وتقدر تسترجعها كمان في ميزة ثانية للكتاب والكتاب لو انت مثلا بدك تطلع اكثر من نسخة مثلا في النسخة رقم واحد انت كاتب فيها كود معين في النسخة رقم اثنين عامل وظيفة جديدة ركت الكتاب والكتاب بسمح لك انك ترجع لأي نسخة بدك اياها ونفس المرحلة كنت واقف عليها يعني بعطيك تعدد في النسخة طيب هل لازم انا اتعلم الكتاب والكتاب قبل لغة الدارت حكيت لك لا لكن انا بفضل انه قام ببلش بفلتر انك تكون عارف الكتاب والكتاب طيب احنا عشان ببلش بفلتر رح يكون في عنا وقت كثير انه هاي المحاضرة رقم بـ 12 لسه في قدام قد توقع 100 محاضر يعني نحن نسه ما نزلنا المحاضرات لكن الناس اللي حتكون شايف الفيديو هاب بعد ان تخلص الدورة من تشايف المحاضرات قدامك فبتمنى منك لال دورة الدارت مش غلط انه في الاسبوع تتعلم ثلاث محاضرات من الكت والكتاب طبع محاضرات الكت والكتاب من اسهل المحاضرات اللي حتلاقيها على القناة لاني حرفيا مش شارح برمجة بس شارح افكار الكت والكتاب عشان تكون المواضيع بسيطة في النهاية اتمنى تكون استمتعت في محاضرات اليوم قال عادة اذا حذرت المحاضر معي للنهاية اكتب اي تعليق بالدكية وضيف معان وردة عشان اعرف انك انت حذرت لنهاية محاضرتنا ونشوفكم ان شاء الله في المحاضرات القادمة ويعطيكم العافية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة